عن أبي ذر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قال فأي رقاب أفضل؟ قال أعلىها ثمنا وأنفسها عند أهلها قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال تعي مضايعا أو تصنع لأخرق قال أفرأيت إن ضعفت؟ قال تدعو الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك رواه البخاري عن سعيد بن أبي البردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعمل ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة عن أبي سلام قال أبو ذر على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه قلت يا رسول الله من أين أتصدق وليس لنا أبوال؟ قال لأنا من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقها وتدم المستدلة على حاجة له قد علمت مكانها وتسعى بشدة ساقيق إلى الله فإنها وترطع بشدة ذراعيك مع الضعيف كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقصير القادرين في قضاء حوائج الناس قال عمر بن مرة لمعاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته رواه الترمذي وأحمد وأبو يعلى عن جابر بن عبد الله وأبي طرحة الأنصاري رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذ المرأة مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذ له الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته رواه التبراني وأحمد وأبو داود عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وعند البخاري ثم شبك بين أصابحه رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم من كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن سترى مسلما سترى الله يوم القيامة رواه البخاري